وفي ريف حماد دعا أبطال الجيش العربي السوري أهل بلدة جنان إلى العودة لقريتهم بعد أن أعلنوها منطقة آمنة من الإرهابيين المتزقة حيث تم القضاء على أعداد منهم وإيقاع آخرين بين مصاب ومقبوض عليها خلال تمشيتها للقرية فككت الجهات المختصة عددا من العبوات الناسفة المعدة للتفجير عن بعد بين المدنيين كما نظفت مدرسة القرية من فلول الإرهابيين الذين استخدموها مقرا لإجرامهم مثلها الوحدة الإرشادية التي جعل منها الإرهابيون منطلقا لأعمالهم الإجرامية وخلال تمشيتها لمنطقة الأحراش الواقعة في الحي الجنوبي لمدينة الحفة في ريف اللاذقية عثرت قواتنا الباسلة على كمية من الأسلحة المتنوعة شملت قواذف ربي جي وحشوات القواذف وبنادق حربية وبندقية ناتو إضافة لأجهزة وأدوات طبية مسروقة من المشافي والصيدليات كما تم العصور على أدوات حادة وجوازات سفر وهوية مزورة وفي درعا قامت وحدة من قواتنا المسلحة بالقضاء على عدد من الإرهابيين تدعى لإحدى النقاط العسكرية بمخيم النازحين في مدينة درعا ورفا منهم عبد الرحمن طعم أبا زيد الملقب بأبو معن وقاسم مهند المحاميد وفي درعا البلد قتل بواسلنا إرهابيين خلال ملاحقتهم لفلولهم ورفا منهم رسان عبد المجيد المصري وأيمن حامد العودة وعيحيا فاروق عبد الرحمن أبا زيد حافظ أحمد ناصر شحادات محمد الصماني كما استهدفت أجهات المختصة أوكارا للإرهابيين في بلدة المزيريب وقتلت عددا منهم ورفا من بينهم حسين النعيم لؤي نواعمه يوسف العيسى عدي السرحان عبد الكريم فوزي وفي بلدة السيل استهدفت أجهات المختصة جمعات للإرهابيين ورفا من القتلى محمود أحمد الطعاني من سحم الجولان أحمد جهاب المصري ويسري أحمد زين العابدين وخالد ومحمود البردان من طفص وإرهابي ملقب بأبو منير القبط وأرضت قواتنا الباسلة العديدة من أفراد مجموعة إرهابية بين قتل ومصاب في حي الأربعين بمنطقة درع البلد فيما استهدفت أجهات المختصة إرهابيين من جبهة النصرة يستقلون سيارات بيك آب في مدينة بصر الشام مغيعة أفرادها بين قتل ومصاب